نكمل هذا الفيديو كSDN كSDN software defined network data center SDN او حسب انت اللي راح تنظمه امامنا احنا بالداتا سنتر هنا امامنا بالتراوتين امامنا شبكة واي فاي كوائرلس امامنا انترنت firewall security اه طبعا اكيد راح يكون عندك موضوع voice كل هادا الامور انت حتى تنظم عملية الادارة لهذا الموضوع انا راح اتكلم كSDN في عملية ادارة الموضوع فانت صممت انه تسيطر على شبكتك من خلال software ينطيك تقارير كاملة عن النتفلو عن الاترافك عن المشاكل الموجودة بالشبكة عن عملية السيطرة للموضوع واحد من الناس عملت بهذا الاسلوب وحاليا شركات كثيرة تعمل بهذا الموضوع بعد اطلاعاتي عن المجال عن الموضوع سهل لي عملية الادارة يعني اصبح تواجدي داخل بيئة دات سنتر قليل مجرد انه احتاج تقرير معين يحددلي العطل اللي موجود نرسل هذا التقرير للشركة المختصة بالموضوع اذا كان السيسكو نتاب اي ام سي جونيبر ريفر بيتس اي امكان من الشركات اللي تتعامل داخل بيئة دات سنتر او حتى لو كانت كشركة سيروس بروضايدر انت من الاول توضع فكرة الفكرة اللي انا وضعتها هتشاركوا لكم انو انا عندي مجموعة من الاجهزة مجموعة من الاجهزة انا مسؤول عنها مجموعة من السيرفرات يحتوي على حوالي ثمانين سيرفر ثمانين سيرفر تحتوي على كمية هائلة من ال ومسؤولين احنا بين ومسؤولين بين الهارد وير واداءهم لغاية تطلع من بيئة اللان والسان لحد ما توصل الانترنت يستقبلها العميل في الجهة الثانية تم وجودة عندك عملية الراوتين والسويتشينج هنا هنه هذي العملية اللي وضحها هذي موجودة بنفس المكان اللي هو عبارة عن بي جي بي اوبر كلاود واحدة من الخدمات نقدمها بي جي بي اوبر كلاود احنا ناخد الرافك مالتك نعبره بي جي بي بوردر ما تحتاج ما تحتاج ناس خبيرين بالبي جي بي موجودة عندك موجودة على كلاود تاخذ الرافك مالتك من بيئة اللان للوان تطلع عن طريق البي جي بي نوصلها الى المكان اللي موجود نفس الوقت هذي موجودة باللون الأصبر هي عبارة عن قسم من عندها خدمات معينة مجانية نص ساعة مجاني هذي كلها مربوطة تحت الوافتوير واحد متكامل موجود يخدمك عندك مشكلة بالراوتر هذا N6 تضغط على N6 يفتح لك الكون شوش عندك شنال المشكلة اللي موجودة انه متصل مع N2 واصل مع SW1 هذي المسميات اللي ظاهر امامك هذي عادية بموجودة BNS3 يعني مجرد انه بس احب اوضح لك الفكرة عندك مشكلة بهذا 5K تضغط على 5K 5K مثل ما نعرفه هو عبارة parent الموجود لل 2K شوف عندك شون المشكلة اذا كانت عندك مشكلة virtual port channel اذا كان عندك fabric path اي اي سبب الاسباب فاصبحت عندك تقرير موحد موجود على الجانب شاشة report تضغط على report انطيك تقرير متكامل عن الشبك شو تحب تعرف الشبك انت تعمل عملية filtration حاب اعرف مشاكل wifi range snr upstream downstream اذا كان عندي access point موجودة طبعا هذه كلها متحكمة تحت wireless land controller واحد مربوطة عن كل access points sdn المبرمج اللي عمل عملنا عنوى تقريبا الفترة اكثر من 8 اشهر حتى وصلنا لحل مناسب عملنا يعني بدنا virgin zero وبعدين zero point one zero point two الان وصلنا مرحلة three حاليا virgin three اللي هو كان افضل addition اللي هو عمله اصبحت عندي عملية الادارة سهلة لكن انو انا افهم برمجة انا افهم برمجة على قد امور اللي اللي تخدمني طيب هل هو فعلا مستقبلا انو اللي ما راح احتاج technicians وما راح احتاج مهندسين هذا مو بقى مستحيل انت تشوف موجود امامك 5k موجود امامك 2k وعند هنا موجود virtual machines طيب ما احنا يومين اتطور احنا data center as in service احنا ناس تأجر مننا اجهزة كل يوم او نبني infrastructure لناس كل يوم كثير من الشركات اللي عنده فلوس يشتري واللي ما عنده فلوس يأجر يأجر الخدمات لفترة معين وهذا اللي هي ما توضح بالccna cloud احنا فاذا عندي مشكلة بأكسس بوينت راح احتاج technician ان يروح يعمل كفني شوف المشكلة بالأكسس بوينت اللي موجود انطي التقرير احدد للأكسس بوينت المعينة يروح للسايد يعالج لمشكلة هذا الأكسس بوينت شركة مختصة لتحتاج عدد من الناس اترك كل هذا المواضيع الـ data center مع وجود الـ virtualization كل يوم هاردوير يدخل معدل نوصل الى 20 شاحنة يوميا تفرغ اجهزة ونربطهم على الشبكة موجودة فانت راح تحتاج ناس مختصة بالهاردوير سواء على مستوى الشبكي أو على مستوى الهاردوير نفسه الموضوع بالعكس راح يحتاج كمية بشر اكبر اما نوك اي كشخص لما ملتزم بهذا العدد من اجهزة ببعض الخدمات اني مو خبير راوتينج سووشين اني خبير data center لكن فاهم راوتينج سووشين خبير وائرلس نعم لكن مو خبير security عندي شخص مختص للفاير هو هو اللي مسؤول عن كل موضوع الريسك بمجال security انا نطيت رافك مننا يطلع لي على هذا الانترنت يستقبل بأي مكان كان هو مسؤول عن كل عمليات الهاكينج او الهجمات او صد الهجمات مختص هو الفريق مالته انا ك data center انا الفريق مالتي الناس بال وائرلس وانا ايضا مسؤول عن فريق الوائرلس اتحكم هذا عندي ناس محترفين اكتر مني بالمجال عدنا ناس خبراء في الراوتين وفنانين وقسم من الراوترات مثل هذا الراوتر اللي موجود ك موجود عليه خمسة ناس خمسة بدرجة مع خبر اكتر من عشر سنوات مختصين في عملية البي جي بي وترافكينج وال هذا الديزاين اللي امامك بهذا الشكل البسيط موجود اكثر من 400 شخص يتحكم به اللي هو ظاهر امامك بشكل بسيط بس مجرد ان نوصل لعملية الفيديو عملية نقل البيانات وعملية توضيح بيت ال sdn هذا ما يعني انه ما تتعلم sdn لا اتعلم برمج اتعلم بايثون لمبرمج شبكات مبرمج شبكي فاهم شبكات فاهم infrastructure مع مبادئ security انت تصبح مهندس خطير وضع النظر ان انت فاهم data center او لا راح تكون انت تعرف تعمل السوفتور المناسب اللي يخدم شبكتك ادائك ممتاز عندك down time zero ما عندك جهاز يطفى خدماتك اول واول انت فعلا تكون كجهة 24 سبعة يام بالاسبوع هذا كل اللي حبي توضح اي سؤال موجود واتابعونا من خلال التطبيق وننتظر دعمكم